أفاد مراسلون أن رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر كيت فوربس قد زارت معبر رفح وتفقدت المسؤولة مخازن المساعدات في مدينة العريش استمعت إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتكويدها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى قطاع غزة بدورها وجهت فوربس الشكر إلى فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء على الجهود الإنسانية التي يقومون بها